اهلا بحضراتكم من جديد ومن التاريخ الى الفلسفة والحقيقة ان التاريخ كما نقول كائن حي ونتعلم منه ما يفسر الاحداث راهنة ايضا الفلسفة وقراءة الاشياء من منظور فلسفي اعتقد انه بيطفي حالة من حالات الفهم العميق والمعمق للكثير من الاشياء دائما ما نتهم الاخر حينما يتحدث بلباقة وبعمق ونقول باللغة المصرية بلاش فلسفة دائما الفلسفة متهم والفيلسوف متهم لكن لا يمكن ان نبتعد عن جدة الطريق والصواب في فهم الاشياء والفلسفة هي علم ربما بنقض من خلاله الى كل العلوم وضيفتي في هذه الفقرة متخصصة في حوار الحضرات والاديان واعتقد انه الكلام عن ما جرى في العصور الوسطى ونستدعيها وده جزء ايضا من التاريخ لكن بقراءة فلسفية معمقة اعتقد انه انا لنا ان نفتح هذه الملفات في برنامجنا سواء كانت حوار الحضرات سواء ايضا التاريخ سواء الامور الثقافية التي كنا نبتعد عنها طواعية علينا ان نفتح الباب لكي يتغذى العقل ونقرأ ما كنا نعزف عن قراءته دعوني ارحب بضيفتي الكريمة الدكتورة ندين عباس مديرة مركز لويس بوزيه لدراسة الحضرات القديمة والوسيطة بجامعة القديس يوسف ببيروت الدكتورة ندين اهلا وسهلا بك مرسي خير اهلا مشرفة مصر الاول مرسي يعني خليني ادخل كنت الفقرة الماضية كانت عن التاريخ وربما يعني اترك لك المجال لننفذ الى التاريخ تاريخ العصور الوسطى والحوار الاسلامي المسيحي الذي جرى وما يجب ان يكون اهل حقيقة انا بديقول المقدمة اللي قلتا كتير حلوة والناس بتقول انه ماتت فلسفة للاشارة على انه كلام مش مفهوم او بلا معنى معنى هي الفلسفة حاجة والفلسفة مهمة على الاقل كيف نقرأ التاريخ وكيف نقرأ ما هو قديم فبما يتعلق بحوار الاضيان بالعصور الوسطى طبعا مع بداية انتشار الاسلام بلش الحوار بين الاضيان مع النبي محمد بعدة لقاءات ابرزها لقاءه مع وفد ناشران وياللي سمحلهم بوقتها انه للمسيحيين يصلوا بالمسجد لما صار وقت سلاطة صحيح وبن بعدها هايدي طبعا قصة الكل بيعرفها وبن بعدها بمع الخلفاء العباسيين بالعصر الاموي والعباسي كان في عنا رقي ونشاط ثقافي بالحوار بين الاضيان بعيدا عما يذكره التاريخ من اضطهاد احيانا للمسيحيين هدو الكنائس وغيرها هيدا جانب مظلم من التاريخ برأي ما لازم إلا نذكره مش اكتر من هيك في مقابل هيدا الجانب عندنا جانب مشرق بالعلاقات الاسلامية المسيحية حلو انه نظل نتذكره ونضوع عليه وفينا نحكي هون بالعصور الوسطى على اكتر من مستوى بالعصر الاموي والعصر العباسي على المستوى السياسي مثلا بنعرف كتير منيح انه كانوا المسيحيين بعهد الخلافة الاسلامية كان عندهم مناصب الدولة الشي اللي نسميه مثلا الحسبة يعني المالية كانوا ايضا مترجمين واصب كبير من اللي ترجموا العلوم المختلف اللغات اليونانية وغيرها كانوا مسيحيين وايضا كانوا اطباء اطباء للخلفة بس مش بس هيدا كان الحوار يصير بمجالس الخلفة والوسرة يعني كنا نشوف انه خليفة مسلم يستضيف رجل دين يمكن مسيحي او فلسوف مسيحي وايكون حاضر اوات اشخاص من مختلف الاختصاصات يتناقشوا بامور الدين والتاريخ حافل بهالمناقشات يعني اليوم اذا منقراها ومنتطلع منقول انه اف كان عندهم الجرأة يتحاوروا هيك في ناعات كتير امثلة يعني في لقاء لتيودور ابو قره هو متكلم وفلسوف مسيحي مع الخليفة المهدي حكوا بقضايا التسليس التجسد الصلب الايمان او عدم الايمان دون قيود دون قيود كان يعني يقل له انا لقوا من بنبوة محمد ما كان يقل له شيء الخليفة كان مسموح انه لايمان بيسيبوا يتكلم ويتنظروا ويسماعوا ويتناقشوا مع بعض دون اي صدام صحيح لقاء كمان للبطريارك تيموتاوس الاول كان بطرك مع الخليفة المهدي كمان الاشياء المذكرة بالتاريخ لقاء كمان مطران هو اليا النصيبة بالعراق كان مطران على مدينة نصيبين مع احد الوزراء اسمه او القاسم المغربي كان عنده حادثة طريفة صارت معه الوزير انه كان مريض وما قدر شفاء ومرئ على دير وفيت عند الرهبان وعطوه شراب ودوى وشفاء فقال انه لو كانوا هؤلاء المسيحيين مشركين بالله ما كان رح يكون فيه شفاء على ايدهم وصار نقاش وعدة مجالس مع المطران حكيوا فيها عن العقيدة المسيحية فسرلن وقال له الوزير انه انا عم بتناقش معك لحتى افهم انا مش عم جرب انه دين المسيحيين وليفت انه اليا النصيباني اللي هو متران مسيحي در الحبار صار ببداية القرن 11 ميلادي كان يفسر القرآن يعني احنا بنعرف كتير منيح انه في عنا دراسات من المسلمين للانجيل او للعهد القديم والعكس العكس مش كتير بيضوع له يعني دايما عندنا جاحز غزالي ابن تيمية وكتار درسوا الانجيل حتى يسبتوا انه المسيح ليس الها هو مشرد نبي بالمقابل المسيحيين بحوارهم مع المسلمين كانوا يطلعين على القرآن يعني اليا النصيباني جرب انه يفرجي انه المسيحيين هنه غير مشركين اعتمادا على ايات بالقرآن يفسر الايات قال هيدا الايات نخدها بهيدا المعنى الحرفة ايات اخرى يجب ان تؤول وهيدا شي كتير كتير مهم بالحوار ولم يترك هذا الجدل او الحوار او الدراسات او القراءات اي غضادة لتطرف من الاطراف ابدا تعرف شو بيقل له الوزير بيقل له انه النصراني بما انه هو اذا كان مؤمنا هو محمود وفائز فائز بالجنة يعني وان كان لا يؤمن بنبوة محمد صور الرقي هلأ مش معناه انه هم نقول مش لازم واحد يقامل بهيدا ولكن كان هالأد عنده تصالح ويقدر يقبل الرأي الاخر وان كان لا يتطفق معه هيدا واحدة من الاشياء هاي على المستوى السياسي كلقاء حواري بين الاجيان من خلال الاشخاص على المستوى كمان الثقافة في عدة امثلة وانا ماذج؟ على الأقل مدرسة بغداد الفلسفية اللي هي مدرسة كانوا أستيستا وطلابة مثل مين؟ ومسيحيين من مختلف الأديان كانوا يكتبوا ويترجموا من مختلف اللغات ينانية وسريانة كانوا يألفوا بيقى الفلسفة ما كان عندهم مشكلة انه يكونوا يشتغلوا مع بعض حتى لو كانوا من أديانات مختلفة وكانوا طبعا يتناقشوا بأمور العقيدة أيضا بسوق الوراقين كانوا يلتقون الناس ويتناقشوا بهالأشياء غير الكتب يلي وسطنا من الأشخاص يلي يمكن يهاجموا دين آخر أو يناقشوا أفكار واللي يردوا عليهم كان حوار راقي وجميل حتى لو كان التاني عم بيقلوا انه انت يمكن يكفروا معنى انه انت طبعا ما نشوفهم من بأفكار بس كانوا عم يتناقشوا وبمطارح تيت كانوا عم يقبلوا أين ذهب هذا الرقي ذهب يعني ضل على مدار مدار التاريخ اذا نقول بالكورو النسطة ضل رغم اذا فيني يقول الحروب الصاليوية ضل في حوار كان موجود مثل بالكرن 13 مثلا القديس فرانسيس تحاور مع الحاكم الفاطبي بمصر وسمح له انه يقول عزاته وانه يزور كل الاراضي مع الوقت تجدد اذا فينا نقول الحوار مع البابا يوحنا 23 بعدين مجمع الفاتيكان الثاني 1964 يلي دعا الى الحوار وقبله طبعا فيه كتير من الدعوات وغيرها من بعد هالدعوة للحوار صار فيه كتير من المؤتمرات واللقاءات لبت الناس هالشي فينا نذكر اعلان مراكش مثلا اللي هو الشمع فيه علماء دين مسلمين كتار وابرز ما ورد عنه ضرورة احترام الاقليات حرية المعتقد لإكراف الدين كمان من يلي صدر عنه الفكرة كمان المواطنة وكان معتمد هو اللقاء على صحيفة المدينة ودستور للمدينة من بعده هذا كان 2016 في 2019 نعرف وثيقة الأخوة الإنسانية من الأجل السلام العالبي يلي صارت بأبو ضبي ونتج عنا نص كتير حلو إذا فينا نتطلع فيه يعني بيتميز أنه عميق ويخاطب كل الناس قادرين عامة الناس كما المثقفين أنه يفهموه من أبرز ما ورد فيه أن الحرية حق لك الإنسان حرية المعتقد والتفكير والتعبير والممارسة هذا أول بند سأذكر بعض البنوط ثاني بند احترام المرأة وحقوق المرأة والسعي لتحريرة من الظلم التي تعرضت له عبر التاريخ كلها سنين احترام حقوق الطفل كمان سون دور العبادة وأيضا من طلبه أنه تدرس هذه الوثيقة بالمدارس هل هذه الوثائل احترام المرأة وحرية التدين حرية المعتقد ودولة مدنية المواطنة دي أفكار أعتقد يعني العالم المفروض يكون هضم هذه الأفكار ووصلنا إلى مرحلة قبول الآخر بصرف نظر عن معتقده أو جنسه أو لونه للأسف بكثير دول بعد نوصلنا على الأقل ما يحدث اليوم يعني خد على سبيل المثال احترام دور العبادة بعد نوال عند اليوم في كتير ناس بيفجروا بيقتلوا الأشخاص اللي هني من دين مختلف حرية المعتقد على سبيل المثال اللي حعطيك مثل أنا بواحدة من محاضرات من سنتين محاضرة عامة كان عم يحضر طلاب كنت عم بحكي عن إشكالية علاقة الفلسفة بالدين بالعصور الوسطى فبشكل عردي أنا قلت أنه الإنسان حر أن يؤمن أو لا يؤمن واحد من طلاب كان عم طالب ماستير عم يعمل إسلاميات قال لي أنه لو نحنا بدأ دولة إسلامية مفروض إقامة الحد على الذي لا يؤمن طالب دراسات عليا بعده عم يفكر هيك أحد الأشخاص اللي كانت أحد الطالبيات اللي حاضرة قلت لي أنا كل وقت أنتوا عم تحكي عم بقول أستغفر الله لأنه عم بحكي فلسفة مش تشي تاني يعني الفلسفة ليه الفلسفة وغد هذه السمعة أن هي معقدة وأن هي ضد الأديان وضد الغيبيات وضد الماورأيات ليه؟ لا حقلك ليش لأنه أول شي هي معقدة محضرتك ذكرت هي صعبة مفاهيمة صعبة ونظرياتها صعبة بس السبب الأساسي اللي بيخلي الناس تبعد عن الفلسفة وترفضها لأنه بالنسبة لأقلهم خاصة الناس المتدينين مصدر الحقيقة والمعرفة هو موجود به النص الديني القرآن أو النجين أو أي نص ديني آخر فأنا ليه بدي أجي أسمع على فلسفة هن مش متفقين بأفكاره هن متناقضين طبعا بالفلسفة ما فيه اتفاق ليه بدي أجي أسمع لهم عبولولي نظريات ومفاهيم باختلفة عن الشي اللي أنا معود عليه إذا كات الحقيقة موجودة بهذا النص اللي الله أوحى فيه إذا اعتبرنا بالإسلام للنبي محمد أنا ليه بدي روح على مفاهيم تانية بعيدة كليا وأفكار بعيدة الأمان هنيك موجود والحقيقة هون موجودة هنيك فيه الشك وعدم اليقين هذا السبب يعني الفلسفة مرتبطة بالشك والشك مرتبط بإعمال العقل صح والعقل مرتبط بأنه يرفض كل الثوابت سواء الدينية أو العقدية أو غيره يترك للعقل العنان أن يسبح بتفكيره في كل شيء دون قيود صح والفلسفة زيادة على كل اللي ذكرته هي نقد وتحليل فالنظرة إلى النص الديني هي نظرة مختلفة عن نظرة الرجل الدين يعني كيف أقرأ النص الديني الفلسفة بيقرأ بطريقة بينما الفقيه أو الرجل الديني أو الإنسان العادي بيقرأ بطريقة أي الإنسان العادي ممكن بيحب أنه ما يقرأ أو ما يفسر في مين يعطيه تفسير أسهل لأله بطفشة لو راسه هراح دماغي أي طيب معلش هو الفلسفة بتفيد الإنسان العادي لزيف إيه يعني أنا يعني خديني مثل نموذج لإنسان عادي في حياته غير مدقق قوي وغير مغرق أو يماشي طبيعي بسيط جدا هتفتني بإيه الفلسفة كمواطن أو كإنسان يعني أكيد أكيد راح تفيد بالنقد الفلسفة هي تربي أو تنمي الحس النقدي عند الإنسان بيصير لما أتعلم كيف فكر بشكل نقدي بيصير أنا كل شيء أخضحه للعقل والنقد يعني العادات والتقاليد شو لازم أعمل شو ما لازم أعمل كيف لازم فكر على الأقل بتقدر تقضي على الغيبيات يعني هل يعقل اليوم أنه بعد في كتير مبرامج التليفزيون بتحط توقعات وأبراج طب أنه الفلسفة على الأقل بتخليه دي يقول أنه مش معقول هالمليارات كلها البشرية تكون تحت 12 برج هاي دي أبسط الإشياء بتخلييني أرفض كل ما هو ضد العقل والضد الإنسانية فبالعكس الفلسفة بش مؤمنة بفكرة الأبراج ولا أكيد لا ولا أقرأة التنجان لا 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 يعني أصلا أنا بهاجم بيه فبيهاجموني يعني أكيد لا أكيد لا لأنه أين العقل من ذلك يعني يعني العقل لا يقبل هذا العقل لا يقبل لأنه بإلا ايه هو القدل على العقل يا دكتور هو القيود التي يجب أن تكون على العقل بالعكس العقل هو يحطم القيود بيش بيحط قيود يعني بيحطم القيود ليسموها بعد فلاشlere أصنام يعني كل ما هو موروص تبوهات اي بيش بس تبوهات كل ما هو موروص نفسك فيه عادات تقاليد كل ما هو موروص حتى عقلي من أفكار الفلاش calle كلنا نخضعها للعقل كل ما هو موروص من احنا اعتقاداتنا بسموه الكهف الإشارة الشخصية اللي نحن عنا كمان بدنا نفكر فيها فحدوده هي أنه يعرفه وحدوده يعني ما بمش قيود بيقدر ما هي حدود خاصة بقضايا المتافيزيقة وقد بيقدر يعرف هل بيقدر يعرف عن الله عن الحياة بعد الموت وغيرها وطبعا الفلسفة بيش مهمتها أنه هي تقدم أجوه مهمتها أنه تطرح أسئلة أكتر آه لا هقف هنا بقى يعني الفلسفة مهمتها تطرح أسئلة وشحذ العقل للتفكير ورفض الثوابت من أجل أن أغوص في حقائق غير مرئية صحيح ده دور الفلسفة الفلسفة دورهم بيعملوا معارك بينهم فقط ولا بيشركوا العوام معهم ده لا كانوا بعدهم الفلسفة بيفكروا أنه هن النخبة هلأ انكسرت شوي هيدا الفكرة عند اليونان كانوا يكتبوا كتبهم بطريقة صعبة وغامضة حتى ما يفهم أي حدا وما تكون متناول كل الناس أنا فضل سر التلسف إذا بدك ده ما في كان هالتمييز بين عامة الناس والخاصة تغيرت هيدا النظرة بشكل خاص مع الوجوديين يعني بالعصر الحديث مع كتابات ألبير كاميو وجون بول سارت وغايدون يلي كتبوا الفلسفة على شكل روايات بشكل أنه أفكارهم فلسفية صارت توصل لكل الناس يعني أعطيك مثل لريوء مش روية من أحركات مسرحية كتبها جون بول سارت عنوان العاهرة الفاضلة أو المومس الفاضلة يعني بفرج أنه هي رغم أنه هي كانت يمكن مومس وهذا شيء يرفضه المجتمع بس هي بذات الوقت كان عندها مبادئ وقيم وكانت ما تكذب لأنه الإنسان هو مجموعة تناقضات يعني الفلسفية بخير فكر بشكل مختلف بالآخر ما منعوك بنشوفه أنه هو أو شكل مثل أو هو جيد أو هو سيء مثل ما الناس عادة بتميل إلى تصليف الناس بضمن صنفة لازم نرشع على موضوعنا وعلى علاقات الإسلامية المسيحية كيف الفلسفة بتشوفه على الأقل بتشوف كيف فينا نقرأ النص الديني كيف فينا نقرأ التاريخ شوف شو لازم نخلي من هالنص الديني كيف نحن نتعامل مع الآخر إذا منتطلع اليوم شو بيئة من نقول وثيقة اللقوبة يعني أنا مش عايزة أروح للوثيقة عايز يعني اللي أنت قلت ليه حضرتك رائع جدا وأنا أتفق معك في ضرورة أن العقل يفكر ولا قيد على العقل إلا العقل ذاته صح أنا مؤمن بهذا فنروح في عوالم أخرى حتى يكون هناك قدرة على النقد حتى في برامجنا التعليمية أو منهجنا بنقول لولادنا لازم يبقى عنده قدرة على النقد مش بس النقل والحفظ والتلقين عشان يبقى إنسان مختلف صح وده اللي الفلسفة بتدعو إليه كيف يمكن توظيف هذه الأفكار التي نتفق عليها في تفكيك الخلافات العقيدية بين أي معتقد مش الإسلام المسيحي بس أي حد معتقد بشيء حتى الاعتقار السياسي أنا الإبرالي وده مركيسي وده كذا الفكرة المعتقد نفسها بصرف نظر المحتوى بتاعها كيف يمكن تفكيك هذه طيب لحباليش بالمعتقد نفسه وبعدين نقول إذا كم مختلف يعني لح أعطيك مثل بين الإسلام والمسيحية المسيحية بالنسبة على المستوى العقيدة الله هو شوهر واحد ثلاث أقني بس هو إله واحد المسيح هو إله وإنسان يعني الإله الذي تجسد والمسيح صلب ومات وقام في اليوم الثالث هاي بالنسبة على المسيحية بمقابلة بنشوف عند الإسلام الله هو واحد ليس كمسي شيء بيرض فكرة الأقانيم لأنه هي قد تؤدي إلى الشرك المسيح هو نبي وليس إلها هاي تاني نقطة تالت نقطة هو لم يصلب وإنما شبه لهم شو فينا نعمل إحنا اليوم لا أنا ولا أنت فينا نعرف ولا شيء من كل القضايا الغيبي أنا برأيي بس فينا على الأقل بقدر أنا أستعير أو أذكر جملة أستاذي الأب سامير خليل يسوعي اللي كان يقل لي أنا على حق والمسلم على حق يعني بمعنى الفلسفة بتفيت تقل لي على الأقل بأمور الغيب إنه الإنسان هلقت حدوده فيني أعتبر إنه فيه نص ديني أنا أؤمن فيه وأنت يمكن عندك نص ديني بس ما أتشبس تؤمن فيه مختلف بس ما أتشبس بأنا فكرتي وأنا الصح وأنت غلط ولا أقبل الاختلاف أقبل التنوع أقبل الآخر حتى أنا بالنسبة لأيلي أقوم من مبدأ الأخوة العالمية والإنسانية ياريت منقدر ندرب الناس لنوصل لمطرح ما نشوف آخر يعني أنا شخصيا ما عندي آخر ومعليش يا دكتورة يعني خليني برضو أكون معك وضع ماذا يضيرني وماذا يضيرك لو أنت معتقدك غير معتقدي وأنا سمعت معتقدك ولن أعترض عليه وأنت لن تعترض على المعتقدي وهنا عايشين في حياتنا عادي يعني يعني إيه الضرر اللي هيقع عليك لما أقولك أنت بتقولي حاجات عكس لعنتي يعني أنا كراجل مسلم بقول إنه واحدة تنين ثلاثة هذه معتقداتي وهذا ما أؤمن به لكن لا أفرض عليك أبدا أنك أنت تؤمن به يعني اللي عم تقوله كتير حلو بس هو دوستوى من الوعي لحتى الواحد يقبل الاختلاف وما يفكر من هو وحده على الحق لا يجب أنه نبحث على الدوابان أنا وإنتي لا بش دوابان يعني مش عايزة أنا ما أصادت فيها يلا دعونا نتفق مش هنتفق لا 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 أكيد لا أكيد لا فيه نشوف الاختلاف بس بمعنى ما يكون الاختلاف عائق بشكل أنه أنا دايماً عم بتطلع عليك عم شوفك الآخر المختلف الخطأ بهيدا المعنى خلص خليه شوف ما هو مختلف أفكارك بتخصك عقيدتك بتخصك أنظر إلى أفكارك بمنتهى الحرية تؤمن بما تؤمن بيه سحيح وأنظر إليها بشكل محايد جداً كما ملابسك مثلاً أنا برحتك تتلبسي كما تشائي تؤمني كما تشائي تتحدثي بأي لغة كما تشائي وبنفس الترمع أنت احترمت اللي عندي وأنا احترمت اللي عندك مفيش داعي إن إحنا دا كان موضوع جدل إنه لابد إن يكون في تنوى في الحقيقة لازم يكون في تنوى والتنوى لازم أحافظ عليه منتحش أنا أحاول إنه أخلط كله ببعضه بس هيدا بده مستوى من الوعي عند الأشخاص يلي في كتير ناس عاديين مش قادرين يوصلولو لأنه بيفهموا خطأ بيفهموا إنه أنا على حق وغيري خطأ وأنا ما لازم اتعامل معه طيب شو بتعمل اليوم برجل الدين يلي بيجي بيقل له لا المواطن العادي ما لازم تعيد الآخر حرام تعيده بدينه المختلف عنه إحنا الحمد لله في مصر تلغط الحكاية دي خلص خلص بغض النظر مجرد شخص بيطلع يحكي هيك مش عم بيحكي مصر وفي لبنان بتصير كمان مش عم بيقصد بلد معين آه أنا أقولك خلفة القصة طيب هيدا شو بتعمل معه بدل ما هو يكون شخص إنه يدعو إلى قبول الآخر وفهمه والاتحاد معه والحوار معه والعيش معه شو كيف إذا كهو عم بغلط هذا الغلط فبحاجه إلى وعي بدنا نوعي الناس يعني الشي اللي ذكروا المجمع الفاتيكان التاني بالحوار وين المؤسسات بعده على مستوى مؤسسات على مستوى النخبة إذا ما وصلنا لليوم للناس العاديين آه لحيضل المشكلة موجودة لحي مش رحيكون في حال دكتورة فيه كان كان مقال كان عجبني جدا حوار الزمن والمكان آه صحي أنا قريته يعني حوار العقل والزمن وحوار العقل والمكان آه لحقيقة عجبني جدا ده هو يعني الحوار بين العقل بيتكلم سأخجر فلسفة والتفلسف وعيش في قرية أزرع الوردة والشجر وأربي الدجاجة وأرعى الغنام ويعني الحقيقة نفض الزمان ثوبه من رمال الصحراء مكملا سيره بينما ظل العقل ينظر إليه لمحتهما بعد مدة تحدثان لكن لحظاتي انتهت وزماني توقف فيما استمر حديثهما كنت عزق ليه هيدا كان المقال عم بيحكي فيه عن فكرة الزمان وكيف يعيش الإنسان مع الزمان وهل الزمان متناهي أو لا خرق بوقت معين أو لا وأنه الإنسان عنده زمان محدود رح يعيشه والزمان بيكفي من بعده والكون بيكفي من بعده سأهجل الفلسفة وهيكي ممكن بمعنى الحب للطبيعة بقدر أقول أنه الفلسفة حلوة والتفكير حلو بس كمان الهدوء وحلو بيمطرح تاني فهذا يعني هل الفلسفة ممكن تفسد حالة الرضا والبساطة عند الناس لا بالعكس هي بتعلمنا كيف نتعامل مع الواقع كيف تعلمنا كيف تعامل مع المشاكل نتعامل مع كل شي الفلسفة هي ممارسة فعل ممارسة ما لنا مشرد شيء نظري ما إلى معنى الفلسفة إذا كانت مجرد أفكار بعيدة عن الواقع ضروري أنه يكون في عندها أنعكاس بكل تصرفاتنا أنا من لحظة لبنان بعيش فلسفة بعيش أفكاري طيب الشباب في عصر السوشال ميديا والعصر الثورة التكنولوجية اللي إحنا مش لأنا كاد نلاحقها يعني كيف ممكن من الفلسفة والفلسفة أن يعيشوا ويبدأوا في ممارسة عملهم مستغلين هذه الثورة التكنولوجية ولا إحنا محلك سر يعني برضو أنا عايز أعرف لا بالعكس يعني كان أنا عم بكتب بالأدب الفلسفة حتى الأفكار الفلسفية تقراها كل الناس وبينشرها أونلاين يعني كمان لا الفلسوف مرنو هو الشخص اللي هيك موشود بي صوبعة طيب خلاص هلأ البعض عملوا هلأ هللي ما عنحق الناس هيك يفكروا كثير عملوا يعني هايدجر عملها وغيروا عملها كونت عملها ودكارت كثير من الفلسفة عم بالتاريخ كهيك كانوا يعيشوا بس اليوم الفلسفة تغيرت يعني مع الفلسفة المعاصرين على أقل الفرنسيين عدة أسماء أندري كونتسبونفيل يمكن أو كثير غيره بالعكس بيعطوا محاضرات عامة مشوفة على يوتيوب مشوفة على الإنترنت فالفلسوف كمان ما بيقدر ما يجار العصر ما يكون عن العصر عندك متابعين من السن الصغير لحلقاتك مثلا في اليوتيوب أنا ما أعمل حلقات في اليوتيوب أنا بكتب مقالاتي يعني مقالات أو فلسفة جمهور الفلسفة عموما أنا بتكلم على فكرة الفلسوف لأن إحنا ربما الأحداث وغيره خلتنا شوية مش مركزين ده حاجة مهمة جدا الفلسفة مهمة جدا كما اتفقنا أنها بتشهز العقل وتجهزه للنقد للتفكير خارج الإطار لترك هذه التوابط والأدبيات التوابط ربما تكون خطأ فبتجعلنا نغوص في عوالم جديدة من التفكير والمنطق والعقل يحكم دائما دائما لو تركنا الأمر للعقل ممكن يصطدم بنا مع حاجات كتير في المجتمع ثوابة المجتمع خطوط حمر المجتمع خطوط حاجات دينية وحاجات مجتمعية وتاريخية هل تلاحظت حرية مطلقة يمكن أن الواحد يديش صح؟ حرية مطلقة ما في شيء مطلق بالحياة أصلاً بس بالعكس التحدي الأكبر للإنسان هو أنه بالنسبة لإليه أنه يمارس حريته لأقصى درجة قادر فيها بحرية بالتعبير قبل حرية بالتفكير وبالتعبير وبالتصرف والفيلسوف أكتر من غيره مطالب بهالشي هلأ بيقدر يكون عنده صدمات أقل إذا كان هو عم بيعبر بطريقة يحترم الآخر يحترم شو ما كان عم ينتقد يعني فينا نحكي نحن عن الفكرة نفسها بأكتر من طريقة بأكتر من لغة بأكتر من أسلوب فبالعكس هيدا التحدي الأكبر لأنه الإنسان حريةه بالنهاية محدودة محدودة بالزمان محدودة بالمكان محدودة بالتعامل مع الآخر محدودة بكل شيء فالمهم الأكبر بالنسبة لكل الناس أنه قد ما بيقدر يتمارس حريته ويعيشها أخطر حاجة على حرية الإنسان هي الزمن؟ هي على كل الناس المحدودية الزمان هو على كل الناس لأنه كل الناس زمانة محدود والإنسان بيطبعوا بيحب الحياة وبيعرف أنه هو وقته رح ينتهي هلأ بيتحايلوا الناس مش بس الفلاسفة يمكن خاصة كل اللي عندهم قداج وأبداع بيتحايلوا على فكرة الزمان من خلال فكرة أنه نحن رح نروح بس أعمالنا رح تبقى يعني أعمل فيكاسو بكل المشاريع بالرسم بالشعر بالأريستو ميت من أكتر من الألفين سنة بعدنا بنحكي عنه وغيره وغيره ونكتار هلأ قديش هاي دي حترضينا كمان أنا بالنسبة لإلي لو أنا اللي كتبته رح يبقى بس أنا كفرد حكون متت ومش رح حس فيه يعني أنا هيك بشوفه في جانب الإيجابة أنه رح يبقى يكون واحد ممكن خدم المجتمع بمجاله وبذات الوقت أنا كفرد رح أنتهي بشانك بقوله أنه على العقل خالد لأنه هي الأفكار يلي بتبقى لو إحنا قدرنا نفكر أن إحنا عندنا مشروع فلسفي لحوار حضرات حضرات بمفهومها الواسع اللي فيها هدين وفيها ثقافة وفيها فكر إلى آخر ده حوار مستمر بين مؤسسات وبين كيانات وبين منظمات وبين فلاسفة لم تتساقط أوراق أو ثمار هذه الحوارات على الناس على المستطاقة صح والسبب الأساسي بالنسبة للإلهية هاي المؤسسات نفسها مؤسسات الدينية بعد عم تحكي مع بعضها والناس الإنسان العادي وين يعني هاي المؤسسات الدينية طب فيه الرجال الدين اللي المفروض تابعين لألها وين دورهم ليش هني معنبؤومة ده كني اتنعوا بالأول معنعم لك أسهو كامل بعض الرجال الدين صورة الآخر أصلا عنده من نسوية وشوها ومننا مظبوطة فدور المؤسسات إنه هي تنقل هالشي اللي هي مقتنع فيه لكل الناس وهون في عندك أكتر من شي في عندك دور الرجال الدين إن هني يقتنعوا مثل ما كنت عم قول واي يروحوا عند كل الناس يروحوا على الأرض يحكوا خطاب يشبه الناس يشبه للشباب خطاب بالبعض بعدك عم تذكر نحنا اليوم بعصر التواصل كيف عم يحكوا هلأ في أكتر من طريقة بعض الرجال الدين يلابس مدنة بس لابس مدنة وبعده عم بيحكي بزهنية العصور الوسطى ما عملنا شي يعني ابتداء من الشكل من أسلوب الحوار يروحوا عند الشباب بس إذا هني مقتنعين بيوصلوا الفكرة فهيدي أول دور تاني دور دور الإعلام يعني كمان في بعض الإعلام إعلام هو تحريدي يعني أو الإعلام يعني بس بيركز على صورته وحده يعني يعني عنا في لبنان محطات إعلامية بيدين معين تابول آخر إذا حكوا بيحكوا بشكل عرضي بشكل رفع عتب أو المدارس اللي بيدرسوا فيها أديان بتدرس أنت دينك وين الشخص التاني فبدا يعني هالأمور اللي اتفقوا عليها المؤسسات توصل لكل الناس فبدا هالمشروع عمل كتير عليه على الأرض لحتى يقدر يوصل بكل المجالات دور التربية دور الفلسفة هنا في كتير مدارس خاصة بأوروبا بتبلش تدرس الفلسفة للأطفال لتربية الحسن نقضي اللي يفكر بكل شي وعم يسمعه وعم بيشوفه وما ياخد الإشي على أنها هي بديهيات ومقبولة فمشروع بده تضافر كتير من العوامل اللي يقدر يمشي أنا مش عادة فلسفة معاكي لا بالعكس فلسفة حلوة لكن خليني ونتكلمي يعني فكرت بي أن احنا عايزين نطرح برنامج فلسفية للنقد عشان نستنقض وتشتغل بفكرة نقضية بفكرة يعني ما فيش قدود على العقل زي ما قلت إلى العقل والعقل دائما أنا شخصيا مجرب العقل دائما يقضني إلى منطقة آمنة دائما طالما العقل لو اختلف معاي شيء الحكم للعقل ولم يحدث عند ارتباك أو عملية حيرة لم أصطدم بين العقل وبين ثوابتي لأن ثوابتي دائما متحركة في إطار العقل لكن أخشى أنه يقض هذا التفكير إلى فكرة أن البعض يصاب بحيرة يصاب بعملية قلق هو كان مستريح زي ما أنت قلت في الأول مستريح كان مريح رأسه يعني زي ما أنت قلت برضو وأنا دخلته فعلا تعال فكر واشتاق أنا تعبته أنا برضو سعادة الإنسان في راحته هل أنا فعلا بأمارس قهرة على راحت الإنسان أو قلقه أو شغفه بالحياة أو رضاه أنا بنقله من مكان في رضاه وهدوء إلى مكان في صخب وأفكار مين قال غير أماكن هي أقل قلقا يعني خذ نوضوع للحرية مثلا بالنص الكرآني في أيات بتقول بإنسان حر وفي أيات بتقول العكس طيب الإنسان العادي كمين هون رح يحتار هون بالعكس العقل هو يلي بيقدر أنه يوصل الإنسان للأماكن بتخليه يقدر يعرف حدوده شو بيقدر يعرف شو ما بيقدر يعرف يعني بالغيبيات على الأقل بيقدر يعرف العقل أنه ما بيقدر يثبت وجود الله علميا مثلا ما بيقدر يثبت وجود أي شيء تاني بس بيقدر أنه يفكر ويفسر ويحلل ويقول يمكن فيه وجود الله بالعاقل بيقدر يعرف أنه هل قد أنا حدوده شو بيقدر أعرف شو ما بيقدر أعرف بيقدر يعرف أنه ما في شيء بلكون بيقدر يخليني أثبت في حياة بعد الموت بس بيقدر النص الديني يقل لي وأنا صدقه هل يمكن أن يقود هذا التفكير إلى ما يسمى بظاهرة إلى الحد؟ العقل بالعكس أنا أشوف العقل هو الأقدر على أنه يوصلنا لإيمان بأله لأنه إيمان عقلي وحلو يعني لا خوف على من يظهر في دنيا الفلسفة والعقل أن يصيبه مسهم من الإلحاد أبدا 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 بالعكس الفلسفة بتخلينا نشوف الله بشكل كتير حلو على الأقل في نقول لك أنا كتير من الفلاسية اللي بيعتبره أنه في شيء اسمه معرفة عقلية لأله نحن بنقدر نسيطر على جسمنا ونسيطر على حالنا ونقدر بعقلنا ندرك الله وبيعتبره أنه هناك فرح كبير وش راس المتصوفين الفلسفة أيضا وبالعكس شوف أنت معظم الفلسفة مؤمنين بأله عكس ما الناس بتفكر وقدلتهم كتير حلوة بتخلينا نشوف الإله بشكل كتير كتير حلو مش بس لنقرب أنه في حالة متصوف الفلسفة أي صح في المتصوفين في المتصوفين الفلسفة بالعكس بتيتقدم صورة كتير حلوة على الأقل بتقول لك الفلسفة بالعقل أنه بفهم شو يعني رحمن الرحيم وعلى فكرة كلمة رحمن الرحيم مش شوفة عند المسيحيين أيضا مش بس عند المسلين وبنصوصهم القديمة جدا من بداية الإسلام وحتى قبله شو يعني رحمة يعني الله بيحب الناس يعني الله بيشح تعذبها كل المعاني الجميلة من قدر نشوفها بالفلسفة دكتور نادين شرفتيني واسعتيني مشكرت جدا دكتور نادين عباس مديرة مركز دويس بوزيه لدراسة الحضرات القديمة والواسطة بجامعة القديس يوسف ببيروت شرفتيني وكل شكرا تخدير لتشاهدك أنا كمان شكرا لألك وللقناة مشاهد الكرام انتهى وقتي نلتقي غدا دمتم في أمان الله شكرا للمشاهدة